في هذا الفيديو حنشرح الانومنيشن للاتشتو او الديهايدريشن هذا المركب هنا عندنا بيتا هيدروكسي كاربونايل نعمله ديهايدريشن قم يتحول الى الفا بيتا انساتوريتد تمام دي حين نشوف الميكانيزم طيب بالنسبة لي الميكانيزم الميكانيزم يحدث يا اما في وسط بيس يا اما في وسط اسد خيشوف لو حدث عندنا في وسط بيس اوكي هذا هو البيس طيب لو حدث في وسط بيس حيتكون عنده الانوليت البيس هتهاجم البروتونة هذا اللي هي الالفا بالتالي رابط حتيجي هنا سجين حيصالها نيجيتب تمام؟ حيتكون عنده الانوليت 4 او نيجيتب هنا سابع عندي دبل بوند طيب اوكي هنا عندنا او اتش طيب بالنسبة لل او نيجيتب هادي عند احتمالة لما تكون او نيجيتب عند احتمالة لما تكون او نيجيتب عند احتمالة هادي حتمنتقل هنا وال او اتش هادي حتخرج ك طيب هنا عندنا ملاحظة جدا مهمة هادي ال او اتش ليست ايش اللي خليها تخرج اللي خليها تخرج انه بعد البعد ما تحدث عملية الحزف هنا هيتكون عندي في المركب خلاص نحن نوريكم بعد ما نرسمه هيتكون عندنا اوكي هنا طيب وهي اصلا ما هي تمام طيب هاد المركب زي ما احنا عرفينه الفا بيتا انساتوريتد كربوناي طيب هادا لو كان الوسط بيس نشوف لو كان الوسط أسد تمام الوسط لو كان أسد طيب لو كان الوسط أسد لنفس المركب ده ايش هيتكون عندي هيتكون عندي الينو الفا اوكي الينو الفا هيتكون عندي او اله طيب وكمان هاد اله هتاخد بروتن برضو من الوسط واكسوجينه هتحمل بوزدف تشارج تمام طيب بالنسبة لهادي اله منى هاتخدت هيدروجين صارت او ايش 2 او ايتش 2 هي طيب خلاص تمام اوكي هنا حسير عندي دبل بوند وهذا هو المركم تمام اذا لو كان في وسط هذا هو الميكانيزم لو كان في وسط أسد هذا هو الميكانيزم اشتركوا في القناة